اهلين وسهلين بالجميع واخيرا اجيالي النت في البيت الجديد فبسرعة دخلت على Genshin Impact ولاحظت انه في اشياء كتير جديدة اجت في اللعبة اليوم المقطع رح يكون عبارة عن سح كزوها وان شاء الله يجي لي وكمان رح ادخل اشرح شوية امور بس اليفنتات اللي اجت رح احكي عليها في مقاطع ثانية ان شاء الله في الايام القادمة رح حاول بسرعة اعمل مقاطع واعمل اليفنتات وانزلها لكم بسرعة مشان تفهموا كل شي وان شاء الله تستفادوا من المقطع يجب لكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل جرسا بيه حطوا لايك وانشوا المقطع اتمنتعوا بالمقطع اهلين 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 واخيرا رجع النت فخلونا ان شاء الله نبلش نشوف الاشياء اللي فاتتني طبعا فاتني كتير اشياء ثلاث ايفنتات والشخصية الجديدة اللي ايجت وهي الاشياء فهذا المقطع رح نسحب على شخصية كازوها واحد وسبعين سحبة فان شاء الله يجيني خلينا اول شي ندخل لهون نشوف اه كم من سحبة سحبنا واحد اوكي اكثر من ستين سحبة اوكي اربع وستين سحبة سحبناه وما ايجانا شخصية ذهبية فالان انا في خمسين خمسين يعني لو ايجتني شخصية ذهبية يمكن ما يجي لي كازوها اوكي شي بنافسجي خلينا نعمل سكيب خلينا عشرة كمان هلأ بظن انه رح يجي اوكي ايجا يكون هو ولا لا لو كان هو شو رح نعمل ايه لو كان هو ما رح ازيد اسحب اوماي غاد جيتي رح اسحب كمان اوخ ليش ايجتني هاي لو اعطوني شخصية ثانية واحد وخمسين سحبة يعني يمكن لازم اجيب ثلاثين سحبة كمان مشان قادر اجيبه خلينا العشرة كمان فكرت ذهبي كمان خلينا نعمل سكيب لا سكيب هاي شخصية عندي فول حلو فبقدر اجيب السحبة كمان بق نفسجي ما عطوني شخصية طب عطوني هيك خمسة ستة شخصيات عندي فول كونسوليشن مشان ها ولا لا حلو بس عطوني اكتر من شخصية ياه نصبين بقلي تقريبا عشرين يوم بستنى الانترنت وما بتعطوني ولا شي والله حرام اوكي هلا راح ناخد عشر صحبات كمان وبروح اشتري صحبات اكثر واشوف اسمع او حلو حلو اجه لي شخصية جديدة حلو والله انا اصلا نسيت ان فيه شخصية جديدة هون خلينا اول شي نروح لهون نجيب ستة عندي سباع شو رايكم اجيب اجيب الم Laure 30 ونسحب عليها. بروح اجيب تاريبا ثلاثين ومبارجع لكم. اوكي هلا رجعنا وجبنا تاريبا ثمانية وخمسين. يا ربي يجي لي. تاريبا. يا ربي يجي لي بس في عشر صاحبات. تعال تعال. يا ربي يا رب. اصلا انا اوكي. اجي لي. نشوف شوي. لا بفتن منشو. هلا عارفين انه اجي. هلنعمل هيك. حلو. هلين يا فخم. زمان كنت مستناك ترجع. حلو. هلا عندنا تمانية واربعين صاحبة. رح نخليها. وبعدين نستخدمهم لما تجي شخصية تانية. هيك جبنا كزوها. الله. واخيرا. ايجت لي هي فول كونسوليشن. خلينا. لا مو فول كونسوليشن تقريبا. وين كزوها. وين وين. كزوها من شخصيات مفضلة طبعا. لي هون. حلو. هلا ايجا لكزوها. واخيرا. من زمان كنت كان بدي اياها مشان اخليه هو وشو اسمها. ينفي مع بعض. جربتهم في افنتات. والله شخصيات مع اه هي الشخصيتين مع بعض. اسطورية. خلينا ندخل نجي في الافنتات. طبعا فيه ثلاث افنتات. ورح احكي عليهم الثلاثة كلهم شوي شوي. اه رح ينزل هذا المقطع اول شي. وبعدين رح ينزل مقطع لهذا الافنت. ومقطع لهذا الافنت. وان شاء الله مقطع كمان لهذا الافنت. بشرح فيه كل شي. وطبعا كمان ايجاد قصة اتكزوها. رح احكي على القصص في اوقات ثانية. مو هلا عندي اشياء كثيرة لازم الاحقها. قبل ما احكي على القصة. وكمان قصة هاي الشخصية. فخلينا شوي شوي نشوف الاشياء الجديدة اللي ايجاد. طبعا لما بندخل لهذا الكتاب اللي هون. رح نلاحظ انه ايجا شي جديد اسمه. انتم ما بتدروا تشوفوه هون تحت. في هاي الالوان. تحت هون مكتوب مبتل. لازم تعمل اشياء مشان تقدر تعمل الشبتر الاول وشبتر الثاني والثالث والرابع. فيه اربع شبترات. او فيه اكتر من اربع شبترات. بس لازم تعمل هاي الاشياء كلها اللي بيطلبوها. مشان تقدر تطع على شبترات اكتر. يمكن فيه شبتر خمس الخامس. بس ما بعرف. انا هلا بشوف اربع بس. لانه في الرابع ما عملت اخر واحدة. فلازم اعملها قبل ما اضر يمكن اكمل لشرطة الخامس خلينا نشوف الاشياء اللي ذاكرينها هون اوكي مشان تعرفوا هاي المهم الثلاثة وهاي المهمة وين بتلاقوها بتلاقوها هون طبعا لما بتدخلوا في الخريطة هون هدول هنة لو بتلاحظوا هون مكتوب الفاورايز والملت هون مكتوب الوفرلود والالكترو هون الفروزن وهاي الكلمة سوبر كرودوكت والاخيرة مكتوب الكريستال والسويرل فلما بندخل في الخريطة هون بتلاحظوا انه هون فاورايز وملت هاي اول وحدة الثانية هدول اثنين الثالثة هدول والرابعة هدول لما بتكون خلصت الاربعة كاملين او الثمانية طبعا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الاخيرة مو محسوبة معاهم لما بتكون خلصت الثمانية هدول الفوق بتكون خلصت بتكون خلصت هدول الثلاثة وهي فالان رح نحكي على الاشياء اللي هون هون مكتوب انتو ركزوا بس على الباش 1 وهون مكتوب باش 2 هون باش 3 وهون باش 4 الشي اللي لازم تركزوا عليه بيقولوا انو لازمك شخصية واحدة تكون في الباش 1 بس الشخصية الرئيسية في اللعبة مو من ضمن هاي القواعد فلازم يكون في الباش 1 والباش 1 رح اذكروا بعدين شو هو هون مكتوب باش 2 لهي العناصر وهون مكتوب باش 3 لهي العناصر وهون باش 4 لهي العناصر كاملة يعني ماء رعد ويلى اخره خلينا ندخل نشوف شو هو الباش الباش يا سيدي لما بتدخل على الشخصية الباش هو كم النجمة لما بتضغط هون الباش الاول هذا هو الباش الثاني الثالث الرابع يعني لازم يكون عندك اربع نجوم مشان تقدر تعمل الباش الرابع وطبعا لشخصية كهربائية وحجرية ونارية ومائية على ما اظن وكمان ثلجية فانا الشي الوحيد اللي ضال لي شخصية هوائية ما عندي باش الرابع رح حاول اشوف شخصية كزوها لو بقدر اطلع على الباش الرابع على ما اظن انو بقدر خلينا نعمل هيك لا ما بقدر يلا لازم نجمع من هدول من هاي الشخصية لا كمان هذا لازم من هاي الشخصية فهذا المونتثر لازم نقتله كثير مشان نقدر اطلعه اكثر واكثر فانتوا فهمتوا الموضوع ولو اجا تطورات في المستقبل رح احاول افرجيكم التطورات خلينا ناخد الاشياء طبعا هدول كلها شي والله شي حلو هيك بيعملوا اشياء جديدة في اللعبة مو زي دايما تآ Lily شخصية هواى هي طلع على الباش الرابع يعني الشخصية هواى هيك بدي كزوها مشان اطلعه للباش مكس مشان مايكون عندي مشكلة يكون عندي كل العناصر في باشات عالية انا يمكن عندي كل عناصر بشات عالية 있다고 عندي عنصر كهربائي يمع دوند اي cowsしゃりました مشان تكون عندي عنصر مائي في مكس عندي ثلش كمان ولكن هيك كم من عنصر 1 2 3 4 5 عناصر السادس هون في عنصر كمان رح يجي عنصر سابع قريب يعني عنصر الربيع خدوا شخصية من كل عنصر ولفلوها لمكس أنا ضالل للماء وضالل للهواء إن شاء الله رح أحاول أركز على هذا الشي وإن شاء الله بكون خلصت بكون خلصت هذا الكتاب كله على ما أظن يمكن بعد الباش الرابع رح يجي الشابطر الخامس ويمكن الشابطر السادس ما بعرف يمكن لأنه الشخصيات تقدر تطلع 6 نجوم ومو أربعة فقط لهيك بقول يمكن يجي شابطر خامس وسادس بعد ما تعملوا هاي فهيك بكون خلص من هذا الشي هيك كمان بنشوف إنه قصة كزوها إجت هون وبنشوف كمان قصة هاي الشخصية الجديدة هايزو إجت هون طبعا هون بيطلب إنه تعمل مهام بعدين بنحكي على المهام لازم تطلب منشان تقدر تفتح منشان تقدر تفتحه خلينا نجرب هاي ممكن أبلش ألعب بيها خلينا أعمل هيك يا سافر أوه ماي جود يعني هذا شخصية أربع نجوم أيو يوي بس والله قوي مو مشان شي لو عندك شخصية كهربائية معه ليش تكون حلوة زي شسمها لأنه بتعطيه إنرجيري تشارج بسرعة ورح تخليه يستخدم لقطاته أكثر بدي أوقف المقطع هون مشان آذر بسرعة أعمله منتاج وطلعه اليوتيوب لأنه ببقى لفترة طويلة ما نزلت وإن شاء الله رح حاول أركز على هذول الثلاثة إفنتات اليوم كمان أصورهم وحاول أن نزلهم اليوم أو بكرة وبس ياربوا تكون سافدوا من المقطع ويكونوا أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل جرساً بيه حطوا لايك وانشوا المقطع ناركم في المقطع القادم سلام اشتركوا في القناة